اشتركوا في القناة انها لقحات ضد ابو حمرون 11 مليون نسمة من 9 شهور حتى 19 العام وهذا ممكن باش ما تكونش عندنا الحالات كتيرة بحلي كينا دبا فرنسا ولا بحلي كينا في الولايات المنتهدة اذا عندنا برنامج ديال التلقيح في المغرب لبرنامج تضاهي البرامج ديال التلقيح ديال الدول المتقدمة وهذا مفخارة لبلدنا واحنا تنعرفوه بانه صاحب الجلال نصر الله عنده المام كبير بالصحة وهذا اللقاح والتلقيح فهو مهم نقاشين قس من الوفيات ديال الاطفال وكذلك بغينا باش تكون شاركة ما بالقطع الخاص والقطع العام ولهذا تنطلبوه ركني اليوم حاضرين جميع الشركات ديال اللقاح وكذلك الوزراء والوكالة ديال التامين باش يكون اللقاح يكون يترون بورسة مية في المية هذا غادي يجعل باش مثلا الوزارات الصحة غادي تشري عير الناس اللي ما عندهمش تغطية صحية وهذا غادي يوفر مية وخمسين مليون ديال الدرهم بالنسبة للدولة اللي تشري بها اللقاح مثلا بحال اللقاح اللي ضد سرطان عنق الرحيم فهو تاني سرطان ديال المرأة ويلح من العيالات ديالنا تنعرفوه بانه العماد ديال اي بلد هو الامهات فلهذا خلصنا تكون هاد الشاركة وخلص يكون هاد الورن بورسة مية في المية هذا هو الجديد انه يدخل هاد اللقاح في البرنامج ديال تلقيح ديال الدولة كذلك خلصنا ودعا مع المشاركة مع جميع الاخوان في الصحفة انهو نبلغو المواطنين بانهو اللقاح مهم بانهو مخصومة يديروا اللقاح لوليداتهم وراكم عرفتو الحالة اللي كانت ديال انفليونزا الخلنزيرة اللي الحمد لله المغرب داز منها مزيان علاج داز منها مزيان اللقاح عندنا وسائل المتابعة وكذلك الحمد لله انهو ميدان اللقاح في المغرب متقدم اللي كين كنت نعرفوه بانهو كين سكون نابل كالوندريي برنامج ديال تلقيح السيدراكي وهذا اما بالنسبة لك ان تدير تلقيح في الدولة فشي غادي ديروا ليه الاستدراك ديال ولا تدير تلقيح عن الطبيب الاطفال المكلف به فهناك ايضا تكون استدراك والواحد اللي دار استدراك رابحا لا ما تكون تاشي تأثير على الاطفال التأثير اللي تكون انهو خصي كل استدراك قبل ما يكون المشكل داك شعلش متانا في الاخديتي الدول بحل فرنسا ودك شي مع ما تيديروش ديال بوحمرون داك شعلش جات عندهم بوحمرون بزاف اذا احنا عندنا داك شي منتبع مزيان وعندنا التغطية ديال التلقيح فيتة 95% ما يمكنش يكون شي عاجة مزيانة لما كانش هاد البرسنتاج وركتا تشوفوا بانهو فرنسا درات وزيرة الصحة انها تديروا حضرش الفاكسان وبليغاتوار لحقاش بدأ عندهم متن بوحمرون كتير الاخيري شكرا شكرا شكرا